مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري التأطير بالقيم من المعلوم أن الإنسان بطبعه يحتاج إلى من يأنس به ومن يركن إليه مصداقا لقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه فالمؤمن لا بد له من أنيس ويبقى ربنا سبحانه وتعالى أنيس المؤمنين نتناول اليوم قيمة جديدة من القيم الروحية التربوية وقبل أن نبدأ الحديث عنها نرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد الدقاوي أهلا وسهلا بكم أستاذ الكريم بارك الله فيك شكرا قبل مناقشة هذا الموضوع نترككم مشاهدي الكرة مع المشهد التمثيلي التالي موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة بداية أستاذ الكريم ما تشخيصك لحال هذه الأسرة من خلال ما شهدناه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إذن فعلا هذا مشهد من المشاهد الجميلة التي يمكن أن نقول عنها بأنها أسرة نموذجية أسرة أولا اجتمعت على عبادة التي تعتبر من أحد فرائد أو أحد أركان الإسلام وهي العبادة للصلاة ثم ثانيا لاحظنا كيف كان رب الأسرة يناجي ربه تبارك وتعالى بتدرع وخشوع ومساررة وقراءة وذكر ثم الأمر الثالث وهي أن أحد أفراد الأسرة لم يمنعه مرضه من المشاركة في هذه العبادة وهي رسالة تربوية هامة إذن هذه الأسرة اجتمعت على التضرع والمناجات وعبادة الله تبارك وتعالى فهو سلوك يجب الاقتداء به طبعا إذن فالقيمة التي نتناولها اليوم أستاذ الكريم هي قيمة المناجات فالمناجات مع رب العالمين تحتاج إلى جهد فردي فالذين آنسوا بالحديث مع رب العالمين أتعبوا أنفسهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه فكم هو جميل أن يبث الإنسان شكواه لربه ويتحدث معه قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه أستاذ الكريم كيف يمكن الحديث عن قيمة المناجات من خلال عبادة الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعلا الحديث الذي ذكرتك يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه رواه البخاري وفي رواية أخرى أن المصلي إذا صلى فإنما يناجي ربه تبارك وتعالى فليعلم بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض إنه باستشعار تلك المناجات التي رأينا في المشهد والتي تحدث عنها الحديث الشريف يكون استحضار مقصود الصلاة وتحقيق ثمرتها سأل عبد الله بن مبارك سفيان الثوري عن الرجل يصلي أي شيء ينوي بصلاته قال ينوي أن يناجي ربه إذن هو خطاب شريف بين العبد المملوك والملك العظيم خراءة وذكر ومساررة خفية إذا تلا العبد الحمد لله رب العالمين يقول ملانا الكريم حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي فإذا قال ملك يوم الدين قال ربنا عز وجل مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ما أسعد ذلك المصلي بتلك المناجات كل يوم وكل ليلة تزيد سعادته بقدر ما أتقن من صلاته وزاد كان بكر بن عبد الله المزني يقول من مثلك يا ابن آدم من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين الماء والمحراب تدخل إذا شئت على ربك ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان المعنى ديالها على أن المؤمن يمكن أن يقف أمام ربه وقت ما يشاء لا يمنعه مانع ولا تمنعه العوائق والحواجز الصلاة فعلا مناجات ابتداء ونهاية ونهاية قال العلماء ولما كانت الصلاة صلة بين العبد وربه وكان المصلي يناجي ربه وربه يقربه منه لم يصلح للدخول في الصلاة إلا من كان طاهرا في ظاهره طاهرا في باطنه ولذلك كان القول المصلي قبل أن يدخل في الصلاة كي يتطهر بالماء فيكفر بالطهارة بعد ذنوبه يعني الوضوء يكفر ذنوبه ثم يمشي إلى المساجد فتكفر خطاه وخطواته كتكفر ذنوب بالمشي تكفر ذنوبه فإن بقي من ذنوبه شيء كفرته مناجاته في الصلاة ثم إن المصلي يناجي ربه مادام يصلي فلا ينصرف حتى يختم مناجاته بتحية تليق به يعني تليق بهذه المناجات العبد يحقق بالمناجات مقام الإحسان قال ابن رجب من استشعر هذا يعني من استشعر في الصلاة بأنه يناجي ربه من استشعر هذا في صلاته أوجب له ذلك حضور قلبه بين يدي ربه فلا يلتفت لغيره بقلبه ولا يعبث وهو واقف بين يديه يعبده وكأنه يراه إذن بهذه المناجات يكون تلدد العبد بصلاته فتغدو الصلاة قرة عينه ومثلات أهمه ومقضاة لحاجاته قال المسلم ابن يصار ما تلذذ المتلذدون بمثل الخلوة بمناجات الله تبارك وتعالى والمصارعة إلى تلك المناجات وحسن مراعاتها لا بد أن يستحضر المؤمن هذه المعاني في وهو يناجي ربه تبارك وتعالى ويستدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى لما استدعى موسى لمناجاته وكلامه أسرع إليه فقال له ربه وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى فدل ذلك على أن المصارعة إلى مناجات الله توجب رضاه أستاذ الكريم بما تفضلتم به يأتي معنى المناجات في الصلاة بأنها مخاطبة لله سرا بحيث يطلب الإنسان من لله حاجته بقلب طاهر وسليم وبإخلاص وخشوع تام يأتي السؤال هنا أستاذ الكريم حول كيفية مناجات الله تعالى نعم إذن متى أناجي ربي وكيف أناجي ربي المناجات أولا لابد أن تكون في بعض أحيانها في جوف الليل المؤمن لابد أن يختار الأوقات الفضيلة الأوقات الشريفة من السنة والأشهر والأسابيع يختاروا يوم عرفة يختاروا شهر رمضان العصر الأواخر من شهر رمضان العصر الأوائل من الحجة وقت السحر المؤمن يختار التلتة الأخيرة من الليل إذن هذا اختيار في الزمان يمكن أن نتحدث كذلك عن المناجات في المكان مناجات في بيت الرحمن أطهر البقاع إلى الله تبارك وتعالى المساجد مجالس الكرام هي كذلك خير البقاع وأطهرها التي يمكن أن يناجي المؤمن فيها ربه تبارك وتعالى خير أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا ثم المناجات كذلك في الصفة نتحدث عن أقرب كما قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ثم كذلك المناجات بالألفاظ المخصوصة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمناه إذا صادفنا ليلة القدري أن نكترى من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا إذا أراد العبد أن يناجي ربه في موضوع معين مثلا كموضوع الرزق يقول اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه مهم الشافعي رحمه الله كان قد أنشد إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذلمني والجود مجرما وما قسى قلبي وداقت مداهبي جعلت الرجى مني لعفوك سلما تعاظمني دمبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما تعاظمني دمبي فأقبلت خاشعا ولولا الرضا ما كنت يا ربي منعما فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم لا يزايل مأتما يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي كفابك للراجين سؤلا ومغنما المؤمن ممكن يناجي الله تبارك وتعالى باللغة العربية ممكن يناجيه بالدارجة ممكن يناجي الله عز وجل في حالة النوم في حالة اليقضى يناجي ربه وهو فرح وهو فزع في السراء وفي الدراء بعض الصحابة سؤل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ونحن أقربوا إليه من حبل الوريد ونحن أقربوا إليه من حبل الوريد أبو بكر بن الظهر الأندلسي المراكشي هذا نوع آخر من المناجات هذا أبو بكر بن الظهر الأندلسي المراكشي هذا عاصر المرابطين وعاصر الموحدين كذلك كان طبيبا وشاعرا وأديبا فوحد النهار نظر إلى المرآة فكان يناجيها ويحدتها ورأى نفسه قد تغير في المرآة فخاطب المرآة خطاب المناجات وكسوا لرأسوا في المرآة من أنت؟ أين الذي كان هنا؟ فأنشد أبيات من الشعر يقول فيها إني نظرت إلى المرآة إجوليت فأنكرت مقلتايا كل ما رأتها رأيت فيها شيخا لست أعرفه وكنت أعرف فيها قبل ذاك فتاة فاستجهلتني وكأنها تجيبه في مناجاته فاستجهلتني وقالت لي وما نطقت قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى هون عليك فهذا لا بقاء له احتهدره مغيب قاش هون عليك فهذا لا بقاء له ألا ترى العشبة يفنى بعدما نبت قد كان الغواني يقلن يا أخي قد صار الغواني يقلن اليوم يا أبت لما أشرف الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه صلى الله عليه وسلم يردهم إلى المناجات أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصماً ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم في روايتين إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق دابته أو من عنق راحلته إذن هذه بعض الطرق التي يمكن أن يناجي بها المؤمن ربه سبحانه وتعالى صحيح أستاذي الكريم تكلمتم على أن المناجات إخلاص الدعاء والتقرب إلى الله وبدل كل الجهد كي يتقبله للمناجات شروط وأداب هل لا تفضلتم أستاذي بتفصيلها؟ نعم إذن يمكن أن نتحدث أن يمكن أن نجيب عن هذا السؤال بأن الله تبارك وتعالى قريب مع علوه عال في قربه قريب من جميع خلقه بإحاطته وعلمه وسمعه قريب سبحانه وتعالى من أوليائه بكفايته وتأييده ونصرته ربنا سبحانه وتعالى الذي نناجيه نتذكر قوله لموسى لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له لا إله إلا الله كوسيلة من وسائل المناجات تفعل الأفاعيل والأعاجب فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجاه الله تبارك وتعالى من الغم ومن الهم إذن المناجات كذلك بعد عن الحرام المناجات تدعو إلى الخير المؤمن يبغي القرب من الله تبارك وتعالى فإذا ابتغى القرب من مولاه اشتغل بما يدل على الله تبارك وتعالى وابتعد عن مواطن الشبهات وعن أماكن الشهوات إذن المؤمن في البداية دي المناجات دي الله تبارك وتعالى لابد أن يتني على الله عز وجل ثم في المرحلة الثانية أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثالثا أن يفصح على الشكوى ومواطن الضرر وأن يحدد حاجته التي يريد عرضها على ربه عز وجل ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مغتنما الأحوال الشريفة والأوقات الرفيعة من نزول الغيث واستقبال القبلة ورفع اليدين إلى السماء ثم بعد ذلك يخفض صوته بين الجهر والمخافة لا يرفع صوته كثيرا ثم يتجنب تكلف السجع في الدعاء لأن المناجات لا يناسبها التكلف والأهم في هذا كله أن يخشع أن يخشع وهو يناجي ربه وأن يتدرع يقول الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ثم أن يجزم بأن دعاءه ومناجاته بأن يجزم بأنها مستجابة وأن يصدق وأن يكون لديه صديق برجاء الله عز وجل ثم الإقبال على الله وحسن الظن به سبحانه وتعالى صحيح اختيار الأوقات الفضيلة والشريفة من الأشهر كالأشهر الحرم والأيام كيوم عرفة ويوم الجمعة ووقت الصحر ووقت نزول الغيط باستقبال القبلة وخفض الصوت والإلحاح في الدعاء بخشوع ورهبة واليقين بالإجابة والتصديق برجاء الله كلها آداب على الإنسان التحل بها ممكن أستاذ الفاضل أن تقدم للسادة المشاهدين بعض الأمثلة حول الرسول عليه الصلاة والسلام ومناجاته لربه نعم إذن هنا يمكن أن نتكلم عن محطتين أساسيتين في السيرة النبوية مناجاته لربه إلى تلإسراء والمعراج ثم مناجاته عند رجوعه من الطائف كلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء وهذه خصوصية عظيمة للنبي الكريم قال تعالى وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَ السِدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَغَى الْبَصَرُ وَمَا تَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى هذا في سورة النجب وأخبر الله تعالى في كتابه الكريم عن طرق الوحي لرسوله الكرام قال تعالى وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ إذن أخبر تعالى أن هذا التكليم من وراء حجاب هو منزلة عالية للنبي المكلم قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وعندما عريج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكان معه جبريل توقف الروح الأمين عن الصعود وأكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى سدرة المنتهى هناك فرض الله عليه الصلوات الخمس هناك فرض الله تبارك وتعالى عليه الصلوات الخمس إذن يمكن أن تحدث كذلك عن مناجاته لربه عند رجوعه من الطائف كان صلى الله عليه وسلم قد أوذي وهو يزور أهل الطائف يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور فكان قد دعا بدعاء سجلته سيرته صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وهذا من مناجاته لربه اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد إلى آخر الحديث إذن إلى آخر الدعاء إذن النبي صلى الله عليه وسلم ناجع ربه وهو راجع من الطائف فيتبقى المناجات سرا بين العبد وربه انطلاقا من هذا الذي رأينا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أسكى الصلاة وأسكى التسليم من الطاعات المهجورة في عصرنا هذا مناجات الله تعالى هل ممكن أستاذي أن تقدم للسادة المشاهدين بعض الرسائل التربوية بطبيعة الحال الرجوع إلى هذه العبادة الربانية نعم إذن يمكن أن نتحدث على أن المناجات كما تبقى أن ذكرت سر بين المؤمنين وبين الله تبارك وتعالى لا يطالع عليه إلا الله عز وجل فهذه الرسالة الأولى الرسالة الثانية لا بد من إخلاص الدعاء في التقرب إلى الله بعبادة المناجات ثم المسألة الثالثة لا بد من بدل الهمة ليقبلك الله لا بد من علو الهمة ليسمع منك المناجات أعلى درجات الدعاء المناجات مع الله تعالى تحتاج إلى تفكر وتدبر المناجات هي حديث إلى الله عز وجل حديث بدك شلكين في القلب ديالك تكلم الله تبارك وتعالى تشكو له ترجوه تتدرع إليه وتتوسل إليه وتطلب منه ما تشاء سبحانه وهو الذي قال دعوني أستجب لكم حقيقة فالمناجات الله تعالى والتوجه إليه من أكثر الطاعات التي يجب أن يحرص عليها الإنسان فهي لحظات الصفاء التي يأنس فيها العبد بربه فتسم الروح ويشرق القلب وتترقق الحاسيس والمشاعر نشكر ضيفنا الدكتور محمد الدرقاوي على المساهمة في إلقاء الضوء على قيمة في منظومة التربية على القيم مشاهدين الأعزاء دمتم في رعاية الله ونلقاكم في حلقة مقبلة بإدلي الله اشتركوا في القناة